اشتركوا في القناة وطريقة استباقية لكافة المعيقات الاساسية التي تواجه التنمية البشرية ومن جهة اخرى في سياق الاصلاحات الكبرى التي تشهدها بلادنا ولا سيما فيما يتعلق بالنهود بمنظومة التربية والتكوين بهدف الاستجابة لمتطلبات الاهتمام بالجوانب اللامدية للتنمية البشرية وضرورة تطوير الرأس مال البشر والتي ما فتأ صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله وإيده يدعو إلى الحرث القويم على تفعيلها باعتبارها إحدى المداخل الرئيسية والأولويات الأساسية لتنزيل النموذج التنمو الجديد وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة لبلادنا إن إشكالية جودة التعلمات أضحى تشكل في الوقت الراهن إحدى التحديات الكبرى للعديد من الدول وذلك بالنظر إلى نسب العجز المسجلة على هذا المستوى والتي ساهم في تفاقمها وتعميق انعكاساتها السلفية توالي بعض الأزمات ولا سيمة الصحية منها ولعل المعطيات الوطنية المسجلة برسم الموسم الدراسي 2020-2021 خير دليل على هذا الوضع وخاصة منها تلك المتعلقة بالتلاميذ المنقطعين عن الدراسة والمستوى للعجز في التعلمات لدى الأطفال المتمدرسين الأقل من عشر سنوات مما حال دون تطور مؤشر التنمية البشرية لبلادنا الذي لم يتجاوز نسبة خمسين في المئة وتعزى هذه الوضعية بالأساس إلى ضعف اجسساد متعلمين للمعارف الأساسية في القراءة والرياضيات والعلوم وذلك حسب النتائج لاختبارات الدولية التي احتل فيها تلامذتنا للأسف مرات متأخرة مقارنة بنظرائهم من الدول المشاركة وهو ما يستدعي منا جميعا بذل المزيد من الجهود لبلورة نموذج تضبع وطن قادر على رفع التحديات الراهنة والمستقبلية من أجل توفير تعليم جيد منصف ومستدام لفائدات كافة التلامير المغاربة ولا سيما بالعالم القروي والمناطق النائية حضرت سيدة والسادة إن قضية التعلمات باعتبارها رافع لتثمين الرأس مال بشري هي إشكالية تسائلون جميعا وتقتضي بإلائها الاهتمام والعناية اللازمين وخاصة من طرف المتدخلين المؤسساتيين والمتخبين والأسر والمجتمع المدني وكافة المجالس المنتخبة والقطع الخاص وذلك بغية إيجاد حلول ناجعة من شأنها تجويد مستوى اكتساب أبنائنا للمعارف الأساسية وتحييئهم للاندماج بسهولة في الحياة العملية والإسهام مستقبلا بفعالية في بناء الصح تنموي لملادنا وفي هذا الصدد وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلال الميت محمد السادس نصر الله وإيده الواردة في حطاب العطش بـ 23 يوليوز 2018 حيث قال حفظه الله فإني أؤكد على التركيز على المبادرات المستعجلة في المجالات التالية أولا إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم تمدرس ومحاربة الهضم مدرسي اجتداء من الدخول الدراسي المقبل بما في ذلك برنامج تيسير للدعم المالي لتمدرس والتعليم الأولي والنقل المدرسي والمطاع المدرسية والداخليات وكل ذلك من أجل التخفيف من التكاليف التي تستحملها الأسر ودعمها في سبيل مواصلة أبنائها للدراسة والتكوين ثانيا إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية من البشرية بتعزيز مكاسبها وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأس مال بشر الأجيال الصاعدة ودعم الفئات الوضعية صعبة وإطلاق جيد جديد من المبادرات المدرسة للدخل ولفرص الشغل انتهى منطوق الخطاب مالذي السامي فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة والتي عرفت نقلة نوعية من خلال توجيه تدخلاتها نحو الجوانب اللامدية للتنمية البشرية ستضاعف جهودها لدعم منظومتنا التعليمية ولا سيما فيما يتعلق بالتدخلات الهادفة إلى الارتقاء بالتعلومات واكسساب المهارات وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حققت حصيلة جد إيجابية على مستوى مساهمتها في تنفيذ برنامج التعليم الأول خلال الفترة المنتدة ما بين 2019 و2021 بحيث تم إحداث مجموعة من الفضاءات لاستقبال الأطفال منحدرين من وسط القروي بالإضافة إلى خلق العديد من فرص الشغل القارة لفائدة المربيات والمربيين وتوفير تكونات الضرورية لفائدتهم كما دأت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاقتها على المساهمة في إنجاز وتدفير دور الطالب والطالب التي تتمكن من إيواء التلميذات والتلاميذ المنحدرين من أوساط محدودة الدخل بالعالم القروي ناهيت عن اقتناء أسطول لحافلات النقل المدرسي بهدف تحسين ظروف التمدرس وضمان الولوج إلى المؤسسات التعليمية بشكل يومي وفي ظروف جيدة علاوة على تقديم دروس الدعم المدرسي بالمجان لفائد التلاميذ المستوى الابتدائي بالمجالين القروي والشيف الحضري بغية تقوية الكافيات الأساسية وتجويد التعلمات في مادة الرياضيات واللغة الفرنسية بالإضافة إلى تمكين أزيد من أربعة ملايين ونصف طفلة وطفل سنوياً من اقتناء المقرارات والكتب وباقي اللوازن المدرسية في إطار المبادرة الملكية مليون محفظة وعلى الرغم من خيارات القوي لمبادرة الوطنية التنمية البشرية في دعم المجهودات الجبارة التي يبدو لها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأول للرفع من مستوى الجودة التعلمات فإن الواقع لا يزال يشهد عجزاً ملموساً بهذا الخصوص مما يؤثر بشكل سلبي على مؤشرات التنمية البشرية ببلادنا حضرت سيدات والسادة إن تنظيم هذه التظاهرة يشكل بحق فرصة مواتية لكافة المشاركين ولا سيما الفاعلين في ميدان تثمين الرأس مال البشري من أجل دراسة وتحليل كافة الجواني المتعلقة بإشكالية التعلمات وإيجاد سبل والآليات المبتكرة الكفيرة بالرفع من جودتها في ظل التحولات والمتغيرات العديدة التي يشهدها العالم في وقتنا الحاضر وإنني على يقين أن أشغال هذه المناظرة ستتوج بالقرار توسيات علمية وعملية فعالة من شأن تفعيلها المساهمة في الجهود المذولة للارتقاء بمظلومتنا التعليمية وتمكنها من تكوين وإعداد أجيال قادرة على رفع التحديات التي ستواجه الأفراد المجتمعات والدول وإذ أجدل الإشادة بالاختيار الصائب لموضوع هذه المناظرة فإني أؤكد عزم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الراسق على جعلها موعدا سنويا وفضاء مواتيا لتشجيع النقاشات والحوارات الهادفة والبناء حول الموادع الراهنة ذات صلة بالتنمية البشرية والتحفيز التفكيري وتعميقه حول مختلف الإشكاليات المطروحة وكذا ترسيخها كمحطة أساسية لتجديد وتعزيز الدينامية والتعاون القائمين بين مختلف فاعلين والفراعاء المعنيين بالتنمية البشرية بصفة عامة والرأسماء البشري بصفة خاصة وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم ويكلل أشغالكم التوفيق والسداد وفقنا الله لما فيه خير بلادنا تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الميت محمد السادس نصره الله وعيده وقرعينه بولي أهده صاحب السمو الملكي مولاي الحسن وشد أصدر جلالته بسنه صاحب السمو الملكي الأمر مولاي رشيد وبكافة أفراد أسر الملكي الشريفة إنه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة